مع دخول القوات العسكرية الروسية فعل اتفاق وقف اطلاق النار الجديد في درع البلد ووسط هدوء حذر ساد المنطقة بدأت عمليات تسليم الاسلحة للمقاتلين في المنطقة حيث افاد المرصد السوري بتسوية اوضاع العشرات من المقاتلين في المنطقة بضمانة روسية حيث فتح مركز لتسوية الاوضاع في حي الاربعين على ان تفتح مراكز اخرى لاحقا في الايام القادمة وجاءت هذه الخطوة بعد توصل وجهاء المنطقة مع وفد روسي مفاوض الى اتفاق يهدف لرسم خارطة طريق لانهاء الازمة في درعا ونص الاتفاق على تهجير الرافدين له الى مناطق في شمال سوريا ودخول الشرطة العسكرية الروسية الى درعا بالاضافة الى وضع ثلاث نقاط مشتركة بين الامن العسكري واللواء الثامن هذا بينما افادت مصادر محلية بان طائرات استطلاعية يعتقد انها روسية تحلق فوق المدينة منذ ساعات الصباح للتأكد من عدم وجود اي خرق للاتفاق من اي طرف مشمول به من جانبها شددت السفارة الامريكية في سوريا على ضرورة العمل الجاد للتوصل لحل سياسي في سوريا وكان قد نص القرار الفين ومئتين واربعة وخمسين على وقف اطلاق النار ودعم الجهود الدولية والتوصل لتسوية سياسية اشتركوا في القناة